وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من عمانة دكتور فاضل الزعبي الخبير في الأمن الغذائي والسفير السابق للأمم المتحدة للأغذية مرحبا بك دكتور ما تقييمك للمساهمات العربية في دعم الأونروا شكرا إليك حقيقة الدعم المقدم من الدول العربية لأونروا في هذا الظرف تحديدا لم يصل بعد إلى الدرجة التي يمكن تغطية المساهمة الأمريكية المتوقفة المساهمة الكبيرة التي تصل إلى ما يقارب الأربعمائة مليون دولار سنويا ولا ننسى بأن العديد من هذه الدول كما ذكر تقريرك يفضل القيام بتقديم الدعم مباشرة بشكل مواد عينية أو غيرها يعني أونروا ليست الطريق الوحيد لتقديم المساعدة لسكان القطاع لكن إذا عدنا إلى موضوع أونروا أونروا تعاني سابقا من موضوع مهم جدا اللي هو الفواتير المتأخرة بعدما توقف التمويل الأمريكي أي زمن الرئيس السابق ترامب وتعاني حاليا من طلبات العديد من الدول أن يكون لها دور في الطريقة التي تقوم بها بفحص الموظفين هذه من اللقاط المثارة وبشكل قوي وتريد أن تدخل في عملية التدقيق المستقلة والإشراف الداخلي ومضع الضوابط على الموظفين في نقطة أخرى قد تدفع البعض للإحجام عن التمويل بحاجة إلى وضوح أكبر بشأن المستقبل السياسي للقطاع وحقيقة ربط وكالة الغوث فقط في قطاع غزة هو ربط منقوس لأن الوكالة تدير الخدمات الطبية والتعليمية والغذائية لأكثر من ست ملايين لاجئ فلسطيني يعيشون خارج قطاع غزة أثنين منهم داخل القطاع وأربع ملايين خارج القطاع سواء في سوريا أو لبنان أو الأردن أو حتى الضفة الغربية لذلك الموضوع شائك والمنظمة الآن هل كان بإمكان الدول العربية تقديم دعم أفضل من ذلك للوكالة الأممية؟ حتماً حتماً الموضوع إذا رجعنا إلى مكونات الأساسية هو دعم والتزام سنوي من أنا بقسمهم الولايات المتحدة بشكل أساسي الاتحاد الأوروبي والدول العربية الآن الدول العربية تزيد في مساهماتها الاتحاد الأوروبي رجع عن قراره تعليق المساعدات والعديد من الدول بدأت بالعودة إلى مسالها السابق إذن تبقى لدينا موضوع الأربعمائة مليون دولار من الولايات المتحدة هذا يجب أن يقوم المانحين الآخرين أو الدول العربية بتغطية هذه الفجوة وبالإمكان تغطية فجوة الأربعمائة مليون هي ليست برقم إحنا شفنا العديد من الدول العربية قدمت مساعدات لدول أخرى في تمر بأزمات أعلى من هذا الرقم بكثير دكتور فضل لماذا اكتفت الدول العربية بتقديم أو بالأخص بعض الدول العربية بتقديم دعم إعلامي فقط أو سياسي واكتفت بذلك لماذا برأيك؟ وهناك سببين أنا حسب قراءتي للموضوع السبب الأول هو عدم القدرة المادية ميزان مدفوعاتها مرهق بعض الدول لكن الدول التي ميزان مدفوعاتها يسمح لها توقفهم متعلق بمعرفة أو يريد وضوح بشأن مستقبل القطاع السياسي الآن الحديث كما نرى عن أونروا ودعمها ليس دعما أو ليس موضوعا فنيا أو موضوعا إغاثيا بالدرجة الأولى وإنما هو موضوعا سياسيا يتعلق بوجود هذه الهياكل الحكومية على سبيل المثال التعليم الطبابة التمريض الخدمات الطبية والغذائية يدعم من يقوم بحكم القطاع لاحقا ولذلك لوضع اشتراطات بأن هذا الدعم وعودة الأونروا إلى مكانها يجب أن يكون في ظل وضع سياسي مستقبلي يختلف عما كانت عليه قبل أكتوبر في حال افترضنا عودة الرئيس السابق دونان ترامب إلى البيت الأبيض ما منصير وكالة الأونروا ترامب موقفه واضح جدا منذ البداية حتى قبل أكتوبر منذ عام 2018 هو يسعى إلى إلغاء دور الوكالية وحتى حسب ما كانت القراءات في وقتها إلى تحويل هذا الموضوع إلى منظمة أخرى وهي على سبيل المثال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بهذا بنفقد شيء أساسي وكال أونروا هناك حق العودة والإشراف الكامل لكن مفوضية اللاجئين اليونات سي آر هي من تقوم بإعادة التوطين في أماكن أخرى يعني الهدف السياسي مختلف لذلك هذه الرؤية طبعا قطعا من الأمم المتحدة أيضا حتى مرفوضة في داخل أروقة الأمم المتحدة لأنها تغير الهدف الأساسي الذي أنشأت من أجل أونروا وهو حفظ حق العودة لهم ودعم المتطلبات الأساسية لهم في لجوئهم شكرا لانضمامك معنا دكتور فاضل الزعبي الخبير في الأمن الغدائي والسفير السابق للأمم المتحدة للأغذية كنت معنا من عمان شكرا لك اشتركوا في القناة